صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث غدا السبت الثلاثين من يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في الواحدة ظهراء ومن المقرر أن يناقش المجلس منتهت إليه اللجنتان المشكلتان بخصوص اقتراحهما لللجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي ومن المقرر أن ينهي المجلس الصيغة النهائية للمادة الثامنة عشر من اللائحة المنظمة أو المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه هذا وسيصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهت إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني